موسيقى السلام عليكم ورحمة الله طلاب العزاء طلاب بريبتو احنا دلوقتي في اخر لسون تو واخدين الدنيا كده حتة حتة بالراحة كل جزء بنشرحه بهدوء ويعني كده ما بنصرباش عشان المنهج ده كده محتاج ان احنا نبقى ماشيين يعني كده يعني ايه مش متسرعين فيه عشان نهضم كل جزء كويس النهاردة في بارت ثري من بارت ثري من لسون تو واللي جاست بيتكلم على الرياكشنز مرة اللي فاتت اتكلمنا على الاتوميك ريديس واتكلمنا على الميتالك واتكلمنا على الاكترو نيجاتيفتي النهاردة بنتكلم على الرياكشنز اوف ميتال ونون ميتال طيب لما نيجي نتكلم طبعا لازم نحفظ الرياكشن بي البلانس بتاعه طيب لما نيجي نعمل الرياكشن للميتال مع الضعي الأسد بيديني بيطلع لي طبعا الصالت أوف أسد يعني الام جي بلاص الـ اتش سي ال ادي صالت الأسد اهول هو ام جي سي ألي تو ويطلع لي الهايدروجين اللي لما بشوفه بعرف ان فيه صوت بوب ساوند او صوت فرقعة وطبعا العلامة اللي فوق دي كده علامة السهم اللي فوق اللي هو معناه ان ده جاز طالع يبقى لما الميتال بيعمل react with dial acid dial acid يعني الأحماض المخففة بيطلع لي salt of acid and ايه هيدروجين جاز which ايه بقى which have بوب ساوند يعني ليه صوت عالي طيب لما بيحصل الرياكشن مع الأكسوجين قال لي بيكون لي حتة دي مهمة جدا بيكون لي حاجة اسمها basic oxide يعني الماجنيزيوم اللي هو متل مع الأكسوجين form basic oxide اللي هو ماجنيزيوم oxide يعني معنى كده ان كلمة basic معناها ان اللي موجود قدامي ده متل عشان الحاجات دي مهمة جدا يبقى البيزيك هو المتل يبقى لما المتل react with oxygen form basic oxide اللي هو الماجنيزيوم اكسايد طبعا وانا عارفة ان البيز من السنة اللي فاتت turn litmus paper into blue بعد كده انا لما جيب ال basic oxide ده واعمل له react مع الووتر يعمل لي alkaline solution اللي هو m g o h by 2 ال alkaline solution ده هو basic oxide اللي كان اصلا متل يعني احنا ممكن نعمل كده حاجة لطيفة متل تمام عمل react مع الاكسوجين اداني ال basic oxide وبعدين انا خدت ال basic oxide عملت له react مع ال h2o اداني ال basic oxide ده طلع لي حاجة اسمها alkaline solution يبقى متل مع اكسوجين basic oxide basic oxide مع water alkaline solution بالتالي طبعا النسوان اللي هيجي الامتحان هو انه يجي يقول لي قولي لي يعني ايه basic oxide قال لي basic oxide they are metallic oxide metallic oxide dissolved in water formal alkaline solution اللي هي alkaline solution تمام كده يبقى ناخد بلنا من الحتة دي طبعا عندي حاجة اسمها chemical activity series هي arrangement of metal in descending order according to chemical activity يعني دي عبارة عن سلسلة حطين فيها المتل بتاعتي descending order يعني من انشط حاجة لأقل حاجة لأقل الأقل ليه بقى او معمولة according to ايه الترتيب ده according to chemical activity يعني انشط حاجة بتتكتب الاول وبعدين الاضعف فالاضعف فالاضعف تمام طيب بعد كده بقى show reaction of metal with a water تعالي بقى ابونا أنا عليه نشوف كل واحد طبعا الجدول ده بيجي في الامتحان عشان تبقوا عارفين لازم نبقى واخدين بنا منه كويس الصجوم والبوتاسيوم طبعا من active metal اللي هم أقوية جدا اللي هو react instantly يعني بيتفاعل لحظيا with water and ايه بقى H2 evolve gas hydrogen react يعني بيتصاعد evolve يعني بيتصاعد which burn with pop sound تمام وبيعمل طبعا reaction في heat يعني البوتاسيوم والصوديوم react instantly بيتفاعلوا لحظيا وبيطلعوا الhydrogen which have pop sound ومع طبعا حرارة للreaction الكالسيوم والماجنيزيوم لا احنا أهدى شوية احنا very slowly with cold water يعني احنا ممكن نتفاعل مع المية الcold بس براحة خالص وبناخد وقتنا يجو بقى الأقصر رواءان اللي هم الزينك والإيه والآيرن دول محتاجين high temperature only hot water vapor عشان نقدر نعمل react تمام كده يعني انا محتاج مية سخنة جدا علشان اقدر وصل للwater vapor كمان علشان اقدر افاعل الزينك والآيرن اما بقى اللي يمص مفيش في دماغهم اي حاجة خالص اللي هم الكابر والسلفر وفيه طبعا حاجات تانية don't react with water ما بيتفعلوش مع المية يبقى chemical activity series هي عبارة عن arrangement للمثال in descending order according to chemical activity طب عندي potassium sodium they react instantly يعني تفعلو لحظيا with bob sound hydrogen gas evolve الحاجات دي مهمة جدا تاني حاجة الكالسيوم والماجنزيوم لا احنا very slow in cold water طب والزينك والآير لا احنا عايزين high temperature water vapor خلاص طب واللي ما فيش بيأثر فيهم حاجة اصلا اللي هم الكابر والإيه والsilver ودول don't react with water ما بيتفعلوش مع المي طب كلام جميل جدا ما فيش اي مشكلة خالص يبقى انا اطلع بالقطع عادية بايه تاني بس عشان الحاجات دي مهمة اولا انا كمثل react with dial acid مع الاحماض المخففة to form salt of acid and hydrogen evolve وبرضو بيبقى bob sound لو خدت المثل مع الاكسوجين form basic oxide والبيزيك اوكسايد خدو مع الووتر form alkaline solution طب ايه هي البيزيك اوكسايد chemical activity activity descending order يعني اقوى حاجة اللي بتكتب الاول فالاقل فالاقل sodium potassium بيعملوا ايه بقى sodium potassium احنا react instantly تمام و بنطلع ايه بقى بنطلع الhydrogen gaz اللي هو لي bob sound طب وكالسيوم والماجنيزيوم react very slowly in a cold water طيب والزينك والايرن اللي احنا بقى قهدى شوية تمام احنا محتاجين very hot water مية سخنة جدا تمام علشان خاطر ان احنا يبقى فيه react والكبر والسيلفر دول don't react in a water ودي ممكن تجيدي what happened تمام كده نيجي بقى للنون متال قال لي النون متال لما حطه معه ودي برضو بتيجي على فكرة مهمة جدا لما بحطه معه الاسد او الضاي الاسد no reaction don't react يبقى النون متال تمام لما بيعمل react مع الضاي الاسد no reaction طيب وreaction with oxygen لما بيجي فعله مع الاسد قال لي نون متال react with oxygen give non metal oxide بص بقى معايا اللي هو اسمه اي بقى acidic oxide ده مال هناك كان اسمه ايه basic oxide يبقى انا هنا acidic oxide acidic oxide re-dissolve in water to form acidic دي سهلة بقى acidic solution acidic solution يبقى انا دلوقتي كنون متال react مع الاكسوجين react مع الاكسوجين اطلع ايه اطلع acidic oxide طب والاسدك oxide لما يبقى react مع ال H2O يطلع لي ايه بقى acidic solution اللي هو CO2 بلاص ال H2O يديني ال H2CO3 acidic solution acidic solution طب عندي حاجة مهمة جدا وبتيجي في الامتحان تمام some element oxide like aluminum oxide are called amofotric يعني ايه الاموفوتric oxide قال لي الاموفوتric oxide سميناه اموفوتric ليه لانه react with acid اذا كان عندي acid as basic oxide يعني يدخل مع ال acid as basic oxide لو طب عندي base يروح متقمص دور acidic oxide تمام علشان ايه كل ده علشان اكون salt والwater يبقى انا دلوقتي عندي elements خلاص كده اسمه AL2O3 aluminum oxide ده اسمه ايه amofotric oxide طب بيعمل ايه قال لي لو انتي acid اتفاعل معاك as basic oxide تمام ولو انتي base اتفاعل معاك as acidic oxide طب ايه هدفك ان انا كولك ال ايه salt والwater يبقى عندي حاجة اسمها aluminum oxide react with acid to form basic oxide وreact with base to acidic oxide ويديني طبعا salt والwater ده الجزء ده الجزء اللي هو كان فاضل من اليونت ده سهل جدا اتمنى انتو تكونوا فهمتو استوعبتو مصعب خالص اللسون اتقسم على ثلاث مرات يعني ما فيش اهدى من كده ان شاء الله يكون سهد ولو فيه اي حاجة تبعتولي ممكن بقى نحل مع بعض كده شوية اسئلة على اللسون كله يعني هنا بيقول لي atomic size determine knowing atomic radius of the atom and the measuring unit A هي طبعا البيكوميتر اذا كنت انا في بريد to the atomic size of oxygen O 8 greater than يبقى لازم اجيب اللي بعده لان انا الاتوميك ريديس بيقل كل ما بامشي from right from left to right فتبقى طبعا الفولورين in the same period by increasing the atomic number انا في البريود كل ما زود الاتوميك number هل الاتوميك size decrease طبعا هي دي اللي معايا ولكن راهم atomic size increase طبعا لا اتوميك size don't change طبعا مش مظبوط تمام مين المتاليك element والله لو انا حافظها هعرف ان هو الايه الصوديوم لو انا مش حافظها حارت يعني حوزها هعمل electronic configuration واشوف مين للزين 4 طيب during chemical reaction مثل atom tend to المتال tend to loss بس سوعة تقولي ان انا loss and change to negative ion عشان عندي ناس عملت الحركة an element x whose atomic number 13 طيب number of ion اخدوا بالكم ان هو مش هيسألني دايما غير على الion اذا كنت انا 2 8 3 فانا لو ion يبقى انا فقدت ال 3 اللي في ال outer يبقى 2 8 يبقى ايه يبقى 10 electronic configuration of sodium ion اللي هو ال NA positive similar 2 انا NA positive يعني 2 8 انا زي مين من دول انا اصلا كماجنيزيوم 2 8 2 يبقى انا فقدت داي يبقى انا 10 طب لما يجي يقول ال N ايه ما هي ال N ايه على فكرة لسه انا عاملها وكتن برضو يبقى مش دي والنيون 10 فانا اصلا كده معاك شبهك بالظبط والالومين برضو لما حيبقى 10 تمام امال مين اللي مش شبهي الارجون الارجون اللي هو الانرت في وقت واحد يعني مش محتاجة حفظ هي محتاجة بس فهم الفجر اللي قدامي ده خدوا بالكم من كلمة ايون هو مش هيسألني السنة دي عن الاتوم اللي نادر قوي كلامه كله دايما على الايون يبقى انت بتدور على اتم جين عن دي وان يبقى نالوس يبقى مين يبقى طبعا لازم تكون بي طيب ده ديفرانس بتوين CL 17 وCL negative تمام number of وانا بقى يعني اذا كنت انا نان متال فالانيرجي ليفل مش هتتغير طب البروتون اللي جوه طب انا مليه مالها ولا النيوترون امال انا زي مين زي الالكترون كلهم من السميمتال تمام ما عدا except طبعا مين البرومين اللي هو او البرومين اللي هو في الهالوجين زي ما هناخد بعد كده لازم اكون حافظ السميمتال اتش بريود اف مودرن بريود اكتب و ستارت و اث متاليك المنت حنحفظها بق اند و نوبل جاز طيب باي انكريز اتوميك نومبر البرومين يعني بتحصل كل ما بزود الاتوميك نومبر خلاص كل اللي قدام بيحصل معده واحد هل الميتاليتي ديكريز لما فأنا في البرومين ايوة الميتاليتي ديكريز النون متال هي اللي بتزيد طب النون متال انكريز ايوة يبقى دي مظبوطة طب اتوميك سايز ديكريز ايوة لان انا في كل ما الاتوميك سايز بيحصل له ديكريز انكريز اتوميك نومبر في جروب وان ايوة انا في جروب وان ايوة يعني انا في جروب كده ونازلة خلاص طيب بيقولي بقى تيك بليس كل ده هيحصل اولا سايز الاتوم ديكريز اتوميك سايز ديكريز ازاي وانا مش في جروب ديدي اتعرف كريا الغلط لانا المفروض لما انزل لتحت الاتوميك سايز ايه انكريز لانا بزود الانيرجي طيب نتأكد نون متاليتي ديكريز صح يبقى دي مش معاي اتوميك سايز انكريز متاليك كل الكلام ده صح معده الاولانية طيب lowest element in متاليك بروبيرتي في وان ايه يبقى اكيد هو الاول لانا كل ما بنزل لتحت كل ما المتال بتزيد فاقل المتال عندي هيبقى هو الليسي اللي هو الاول سوديوم اوكسايد انا متاله يبقى نبيزيك اوكسايد لان السوديوم متال ده المجنيزيوم ريكت ويز اوكسوجين جيف اوعة تقوللي مجي تو او ده معناها ان احنا كده يعني بوزنا ال فيلنس كله لأ انا مجي او لان الامج ضاي والاو ضاي شيل التو مع التو لان احنا بنعمل سيمبلست يبقى انا مجي او كل اللي قدامي دول بيتفعلوا مع الواتر مع ده الكبر اللي مش بيهمه اي حد ده المفروض يكون محفوظ اللي يطلع الهايدروجين which of the following element with ضاي الهايدرو مين من دول react مع الهايدرو كلور اصيد اولا النون متال don't react النون متال don't react النون متال don't react يبقى دوت هو ال react which of the following acidic acidic يبقى انا بظهر على non metal طيب the oxide of third period element are as following يعني انا دلوقتي لو في third امشي اصدك هو في period اصلا بتبدأ بالأصدك هو في period بتبدأ بالأصدك طيب انا base acid amofotric ولا base amofotric acid المفروض ان انا ببدأ base وامofotric ده ال وبعد نبدأ بعد كده بمين بالأصد يبقى الاجابة طبعا هتبقى B D burning carbon dioxide produce لما بجح رأي سولي الكربون مش carbon dioxide يطلع لي طبعا مين carbon dioxide اللي هو basic oxide oxide dissolve in water produce acid is oxide اللي بيدوب في المية ويطلع لي the oxide which dissolve in water and produce acid طيب انا عايزة oxide dissolve في الواتر ويطلع لي acid يبقى انا عايزة نانم متر انا عايزة ايه نانم متر اهو بكده يبقى احنا حلينا وطبقنا وعملنا كل حاجة اشوفكم على خير شايروا الفيديو لصحابكم ولو في اي سؤال بعتولي ذكروا كويس انتو شطار وربنا معاكم بالتوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة